أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن اعتزاز مصر وتقديرها لعلاقات التعاون مع اليابان والتي تمتد عبر عقود مشيدا بإسهامات اليابان في جهود التنمية في مصر وخلال اجتماعه مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا على همش فعليات منتدى الأعمال المصري الياباني أكد مدبولي ترحيب مصر الكبير بالاستثمارات اليابانية مشيرا إلى قيام الحكومة بمنح شركتين يازاكي وصوميتومو اليابانيتين الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مشروعات لهم بمصر والحكومة تتطلع لمنح هذه الرخصة لمزيد من الشركات اليابانية في المستقبل من جانبه أكد رئيس وزراء اليابان أن مصر تمتلك بنية تحتية هائلة ومناطق اقتصادية واعدة وقد ازدادت جاذبية السوق المصري أمام الشركات اليابانية في السنوات الأخيرة وهو ما أسهم في زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر